اليوم هو 22.05.2015 انه وروز بلندن يابا اهدي هذا الفيديو للاخ العزيز اشور الاشوري بامريكا اخ اشور قبل ما احتي احنا سبعنا خبر انه المطرب العزيز الفنان العزيز جنان صاوا ومسوي عملية ثانية فنتمنى لنا الصحة والسلامة ويرجع الاهل والاطفال باسرع وقت نتمنى لنا العلاج والشفاء العاجل والسلامة ايضا لاخوه الجنان الاخ عصام اللي اصغر من عنده اللي احنا شنا سميه بدهوك عصو اخ جنان هو من محلتنا من محلة الشهداء من دهوك واخ عزيز فصراحة حزنا انه سمعنا العملية الثانية وندعو من الله سبحانه وتعالى انه يشفي اخ اشور انت صرت داعي مسيحي اخي انا يعني ما ضدكم بس ما اعتقد انه المسيحي رح تنجح لا بالعراق ولا بكردستان يعني ربما بعض الفقراء اللي محتاجين فلوس انه رح يتبعوكم بس ما رح تنجح بالنسبة الي عندي سؤال اليك وللاديان كلها يعني هل فعلا الله الى اعداء زين شلون مو هو الله خلق الكون كله يعني معناته هو اللي خلق اعداء بنفسه يعني اللي يخلق عدوه بنفسه ما يقدر يقضى عليه ببيدة طبعا يقدر هل بحاجة الامتحان لا ليش لانه هو خلقه فمن خلق العدو الله سبحانه وتعالى يعرف لانه عليمون قديرون يعرف كل شيء يعرف الغيب قبل ما يخلق هذا العدو يعرف انه هذا العدو رح يخونه او لا رح يطيعه او لا زين فشنو مسألة الامتحان انه حتى يمتحنه ما يحتاجه امتحان قبل الله سبحانه وتعالى قبل ما يخلق الشيطان يعرف انه الشيطان رح يكون ضده وما رح يطيعه فليش يمتحنه بعدين فرضا فرضا لو احنا يا بأ استغفر الله فرضا لو احنا بالكرة الارضية بشر وحيوانات ونباتات ومعرف ايش وحشرات والنار والمياه كلنا بالكرة الارضية صرنا اعداء لله استغفر الله بايش راح ينظر الله اه يعني اش راح يخسر الله اراضي مدن دول ما منطقي غير بعدين اكو السؤال بالنسبة لكم كاخوة مسيحين انتم ما تقولون انه السيد المسيح السيد المسيح يقول حبوا اعداءكم زين طيب الشيطان هو العدو واللدود لالله ليش ما تحبه اه بعدين انتم ما تقولون انه بالمسيحية تقولون فقط اطلب المغفرة من الله فقط هذا والله راح يستجيب اليك طيب احنا اش مدرنا انه الشيطان ما طالب المغفرة من الله اه يعني هل الله عند اعداء اذا انت مثلا سني واحد يسألك انه هل من عدوك يقولك الشيعي والشيعي كذلك يقولك السني والمسلم يقولك المسيحي واليهودي والعلماني والملحد والمسيحي ايضا يقولك المسلم واليهودي والعلماني والملحد اذا نرجع التاريخ الى الف وتسعمائة وخمسين بامريكا تقولهم من هم اعداء الله بامريكا يقولوا لك الاتحاد السبيتي زين بالنسبة للعلمانيين يقولوا لك لا انه الله ما عند اعداء مو معقولة انه الله يصر عند اعداء لانه عند ما يكون عندك عدو لازم يكون متكافي يعني انت ما خالقه بس اشلون انت تخلق شي ويصير عدوك اشلون انا اخلق سيارة وصير عدوي زين اه فالعلمانيين يقولك لا انه بالنسبة بالنسبة لله ما عند اعداء بس البشر عندهم مصالح متضاربة مصالح سياسية متضاربة مصالح اقتصادية متضاربة فيصر اعداء البعض زين يا بتحياتي لكم اه اتمنى الشفاء العاجل للاخ جنان صاوا وشكرا اخ اشور مع السلامة اشتركوا في القناة